السلام عليكم طيب احنا كده اتكلمنا عن جوز التكنولوجي اتكلمنا عن جوز العمليات ندخل بها في جوز السياسات طيب السياسات امي علي نقبل حاجة الاعداد هنلاقي ان احنا هنا عندنا في الانشيات او الاولي هنلاقي عندي very little or no training عندنا في تدريب قلال جدا او غير متوفر لموظفي من مزاجة معنوات البناء الوسائل التعليمية غير متاحة وغير مناسبة لتحقيق النتائج المارجوه طيب بيبقى كده احنا في السفر هنا في المحدد او من السفر العشرة مطلبات تدريب محددة وعدة ما يتم تقديمها فقط عند الحاجة وفي تنوع الوسائل التدريب وده بيتيح المرونة في تسليم المحتوى طيب المانجد تتم ادارة مطلبات تدريب لتزينب اهداف الكفاءة والادارة ولداء الواسع المحدد مسبق تتم تصميم وصات تدريب للتناسك مع التدريب ونحن نصل لهدف التعليم بتكلفة فعالة طيب التكامل التدريب التدريب بيتكامل مع الاستراتيجيات اللي شركة عاملها واهداف التنظيم وبحس ان بقى فيه تدريب مسند للموظفين وبقى فيه الموظفين بتتضرب كويس وفيه عندنا اهداف من حاول نوصل لها وفيه اكتر من نوع فيه مثلا استوانات فيه كورسوات فيه حد برا يدرس حاجة زي كده ففيه تكامل بين سليب التدريب والاعداد والبحوث الامثل بقى ان احنا بيبقى فيه تقييم للتدريب بشكل مستمر فيه اكتر من طريقة بنصمم بها التدريب بحيث ان احنا نقدر نصل للمستوى اللي احنا عايزينه وبقى فيه تدريب مستمر للناس اللي معانا طيب التنظيم هنا ما عندناش ارشادات او بورتكولات او توصيق فيه غياب كامل للمعايير بتاعت النمزجة فيه خطط غير رسمية او مفيش خطط خالص لمرابط الجودة نمزج السلسل الابعاد والتوصيق مفيش معايير اداء العمليات او المنتجات او الخدمات طيب بالنسبة بقى للمحدد فيه عندنا ارشادات نمزجة معلومات البناء البناء اساسي زي التدريب المعايير سر العمل للاستثناء كميات كل ده موجود تم ادارة النمزجة والتمثيل وحساب الكميات والمواصفات والخصاص التحليلية النمزج السلسل البعاد من خلال معايير النمزجة التفصيلية خط الجودة تم رابط الاداء والتحكم به مقابل القياسات كل شوية بنبقى نيس في مراجعة للمستوى لشغل الجودة التكامل بيبقى عندنا تكامل ارشادات نمزجة معلومات البناء مع السياسات العامة والسراتيجات العامة والمعايير بتاعت نمزجة معلومات البناء مدمجة في نظم مدارة الجودة وتحسين الاداء الانتجريتد قصد الاقتماد اخر حاجة تحسين ارشادات نمزجة معلومات البناء بشكل مستمر واستباقل تعكس الدروس المستفدة وفضل الممارسات بكل شوية بنحسن الجودة والتزام باللواحة والمدارات بشكل مستمر تتم مراجعة المعايير المرجعية بشكل متكرر ومستمر في كل شوية بنبدأ نراجع هل الحاجات اللي بتحققناها في الانتجريت كل كم شهر بنبدأ نحقق هل هي فعلا مستمرة ولا فها مشاكل طيب نخش بقى في العود المسؤوليات والمكافئات ومخصصات المخاطر هنا اول ما اعتمد على التفاية التعاقدية قبل كده لنمزجة معلومات البناء لا يتم الاعتراف بالمخاطر المتعلقة بالتعاون القوام عن النمزج او يتم التجاهول وفي مشاكل بتنتج هو مش مهتم بيها ولا ينقش هاش فده بتخلي مشاكل تكبر بكل شوية طيب هنا بيتم التعرف على المطلبات نمزجة معلومات البناء في حاجة اسمها بيانات تحت المستوى الكامل معني بإدارة المعلومات هنا في سرية ومسئولية وقالية لإدارة الملكية الفلكية والمشتركة للمزاجة معلومات البناء هناك نظام لحل نزاعات نمزاجة معلومات البناء اي مشكلة موجودة هنا عندنا درازة ينحلها هنا المنظمة تأتلف من الثقة والاعتماد المتبادل خارج الحاجز التعاقدية بيتم مراجعة المسئوليات والمخاطر والمكافئات وعادة الترتبها بالنسبة للجواد المفدول بكل شوية بنعدل النمازج التعاقدية اللي احنا عملناها عشان نحاق أفضل ممارسات وأعلى قيمة لجميع أصحاب المصلحة تمام؟ دي أهم الحاجات اللي احنا بنبدأ نقيس بيها ونخش بقى بعد كده في النمزجة القائمة على الكائن ستاج 1 ستاج 2 ستاج 3 في الفيديو جاء ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة